أربع أسئلة تقدر تسألوهم لنفسك عشان تعرفوا أنتوا في الإيمان؟ أنتوا في الحق؟ اتولدتوا من جديد؟ إذا غمضت عينك ومضت النهاردة هل هتفتحهم في السماء؟ أربع أسئلة السؤال الأول هل أنت متلاهف أنك تعترف بخطيتك لحظة ما تعملها؟ ولا أنت بتحاول تفسر خطياتك؟ ولا بتحاول تفسر سبب خطياتك؟ وتقول أصلي يا مايكل أنت مش فاهم أنا كنت تحت ضغط كبير وحصل اللي حصل وأنا بس ظروفي كانت بشكل كذا ومقدرتش أتفاداها لا 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 اسمعوا ياسوع بيقول إيه؟ بيقول في الكتاب المقدس طوبة للحزانة لأنهم يتعزون الإنجيل بيقول أن اللي بيعترف خطياتهم هينالوا الرحمة والغفران ناس كتيرة بتعتبر الاعتراف بالخطيات شيء سلبي أنا سمعتها فوعظات بوداني إحنا مش بنتكلم على الخطايا لأن لها مدلول سلبي الخطيات طبعا شيء سلبي أنا متفق معاكم أن الخطيات شيء سلبي إحنا مش عايزين نبعد الناس بس بالطريقة دي إحنا فعلا بنبعدهم عن ربنا إزاي توصل لإيجابية اختبار الغفران التجديد من غير ما تتعامل مع سلبية الاعتراف بالخطيات في الحقيقة نظرة ربنا للاعتراف أنه إيجابي جدا الإنجيل بيبص للاعتراف على أنه أفضل خطوة إيجابية ممكن تخدها في حياتك أفضل خطوة إيجابية للشفا أفضل خطوة إيجابية للخلاص أفضل خطوة إيجابية للسلام أفضل خطوة إيجابية للفرح في حياتك ربنا بيقول أن دي طريقة للثقة الحقيقية والتأكد الحقيقي أنك بالفعل في الإيمان وده شيء إيجابي إيجابي جدا السؤال الثاني هل عندك جوع وعطش للبر؟ يسوع مرحبا بيقول في متة خمسة أن الجيع والعطش للبر يشبعون فعلا ودي ترجمة حرفية مش معناها أن عمرك ما هتفشل ما تفهمونيش غلط مش معناها أن مش هيعدي عليك وقت وتغلط فيه هو ده الغرض من الاعتراف معناها مش كده خالص لكن أنا أصد أن يكون عندنا بغض للخطيئة وكمان رغبة للبر جواك في قلبك أنت متلهف للبر في علاقتك مع الرب متلهف للبر في علاقتك مع الآخرين ترجمة نانسي قنقر